موضوع تمويل مشروع مترو أبو إير عدى بمراحل كتير بداية من الاتفاقيات الدولية مع الجهات الممولة مرورا بموافقة مجلس النواب على الاتفاقيات دي وموافقة مجلس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية وكل المراحل دي غطناها مع حضراتكم بحلقات سابقة تقدروا ترجعوا لها لكن خبر النهاردة والخاص بتمويل مترو أبو إير جديد وحنعرفوا بعد ما تشرفوني بالاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس على الكل لو حضراتكم حابين يجي لكم إشعار بكل الحلقات والمتابعات عن محافظة اسكندرية ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولوني في التعليقات حضراتكم كنتوا لايك رقم كاما علشان نعرف بعض أنا أخوكم مراد محمود ويلا نبدأ خصصة الهيئة القومية للأنفاء اتبع لوزارة النقل المصرية 4.5 مليار جنيه في ميزانية العام الحالي 2023-2024 لتنفيذ عمال المرحلة الأولى من مترو اسكندرية والمبلغ ده بيمثل 15% من إجمال التكلفة المقدرة بـ 1.5 مليار يورو أما باقي التمويل عبارة عن كروض موسرة تم عمل اتفائيات بيها مع جهات دولية أربع مؤسسات تمولية دولية بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الاستثمار الأسيوي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لعادة الأعمار والتنمية واللي أعلن أنه حيقوم بصرف أول دفعة من قرد تنفيذ مشروع مترو أبو إير في شهر نوفمبر الحالي الدفعة دي حتتراوح ما بين 150 مليون يورو و225 مليون يورو ودي تقريبا نسبة من 10% ل 15% من إجمال الكروض وبكده بيكون في مبالغ فعلية موجودة ومتاحة للتحالف المنفس للمشروع لبدء التنفيذ ومعروف أن التحالف الفائز بتنفيذ للمرحلة الأولى من مترو اسكندرية هو تحالف بين شركة أوراسكوم للإنشاءات وهي شركة تابعة لأوراسكوم كونستراكشن وشركة كولاس ريال الفرنسية وفي شهر سبتمبر الماضي تم توقيع عقد التنفيذ ما بين التحالف وما بين الهيئة القومية للأنفاء البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بيشارك في تمويل مترو أبو إير بحصة قدرها 250 مليون يورو زي حصة البنك الأسيوي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 250 مليون يورو لكل منهم أما بنك الاستثمار الأوروبي فبيشارك بقيمة 750 مليون يورو البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية من شركاء النجاح ومصر عضو مؤسس فيه البنك بدأ عملياته التنموية في مصر من 2012 وبلغت استثماراته في مصر من 2012 لحد دلوقتي 10.4 مليون يورو مشروع مترو اسكندرية في مرحلته الأولى واللي بيمتد حوالي 21.7 كم وبيضم 20 محطة مشروع تنموي بيربط شرق المدينة الساحلية بوسطها وأول مشروع من نوعه في محافظة اسكندرية ومتوقع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فيه في مدة بتتراوح من سنتين لتلاتة لو الحلقة عجبت حضراتكم وحبين تتابعوا كل ما هو جديد في محافظة اسكندرية يريد دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والمتابعات والأخبار الجديدة كمان لو حبين تتابعوا مراحل تنفيذ أول مترو في محافظة اسكندرية أول بأول ومن أرض الواقع وما تنسوش لايك للحلقة وزي ما تعودنا تقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا لايك رقم كام علشان نعرف بعض أنا أخوكم مراد محمود وشكرا لكم